الأمور ليست تحت السيطرة لو كانت كذلك لكانت تتم منع هؤلاء من مغادرة الأراضي التركية بشكل غير نظامي السواحل التركية اليونانية واسعة والسيطرة على كل أجزاء صعب وهذا تركيا لم تكن مستعدة جاهزة في الحقيقة لمنع مكافحة لتهريب البشر بهذا الأسلوب بهذه الطريقة يعني من ابتداء من السنة الماضية بدأت هذه الظاهرة عبر السواحل التركية إلى السواحل اليونانية هذا أولا ثانيا أعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون راضعة هذه المحاولة الأخيرة للوصول إلى الجزر اليونانية ترجمة نانسي قنقر